وفي اول زيارة لوفد اجنبي لكتدرائية نوتردام الفرنسية بعد تعرضها للحريق مؤخرا زار وفد من مركز الملك حمد العالمي للتعيش السلمي وجمعية هذه هي البحرين مبنى الكتدرائية برئاسة سعادة الدكتور الشيخ غالد بن خليفة الخليفة رئيس مجلس امناء المركز بمشاركة نخب وممثلين عن مختلف الاديان والطوائف للتأكيد على موقف مملكة البحرين المتضامن مع حكومة وشعب الجمهورية الفرنسية على اثر حادث الحريق المؤسف الذي تعرضت له الكتدرائية تفاصيل اوفا من باريس مع الزميل يحيى العمري الحضارة الانسانية على امتداد التاريخ بتشعباته واحداثه المفصلية تركت ارثا عميقا في مختلف بقاع الارض وباتت مسئولية الحفاظ عليه مسئولية مجتمعية ودولية تنطلق من مبادئ واسعة تشمل مختلف الثقافات والمجتمعات والاديان وقد كانت ولا زالت كتدرائية نتردام الذي يزورها وفد مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين معلما ورمزا تاريخيا هاما يحظى باهتمام واسع على مستوى العالم وقد كانت حادثة الحريقة التي وقعت بين جدرانه مؤخرا حدثا اسفت له مختلف الثقافات والاديان لما يمثله من مكانة تاريخية هامة هذا الحدث في الحقيقة هو يمس الإرث الإنساني هو تاريخ طبعا البشرية جمعاء ونحن في مركز الملك حمد العالمي التعايش السلمي طبعا نتعاضد ونتعاون مع أخواننا في كل دول العالم إذا ما حادثت بعض طبعا هذه الأحداث يعني ونعتقد بأن هذا التعاون والاتحاد مع بعض الأديان الأخرى سواء كانت المسيحية أو الإسلام أو اليهودية وغيرها تتعرض لمثل هذه الحوادث في الحقيقة يمسنا يمس إحدافنا ومبادئ التي قام عليها مركز الملك حمد مهم جدا بالنسبة لنا أن نستقبل هنا وفدا من جميع أنحاء العالم ومن البحرين أيضا لأننا جميعا نؤمن بأهمية التعايش بين الأديان والثقافات من مختلف دول العالم هذه الحادثة المؤسفة شهدت تعاطفا من مختلف دول وشذوب العالم أثر وحفاوة كبيرة تركتها هذه الزيارة لدى القائمين على الكاتدرائية والذين عبروا عن شكرهم للوفد البحريني الذي شارك به عدد من ممثلي الأديان والطوائف المختلفة مؤكدين على أهمية هذا المعلم التاريخية وما يجسده من حقبة زمنية هامة على مر الحضارة الإنسانية علاوة على رمزيته الدينية لدى المذهب الكاثوليكي نحن ممتنون جدا لزيارة الوفد وخاصة جهود ملك البحرين الحتيثة في مجال التعايش السلمي ونحن نشعر بالتضامن والوقفة العالمية معنا وهذا يعني لنا الكثير وأنتم في مملكة البحرين لديكم تجربة مميزة في التعايش والتقارب بين الأديان بسبب حكمة ملك البحرين الذي يدعم التعايش الأديان والتسامح والتعددية التعاطف الدولي والشعبي الذي تفاعل مع حادثة الحريق ومن منطلق التعايش بين الأديان عكس مدى أهمية هذا المعلم ومكانته التاريخية وقد أكدت هذه الزيارة كذلك على موقف مملكة البحرين المساند لفرنسا حكومة وشعبا في هذه الحادثة أنا مسور جدا للترحيب بكم في هذا المكان الهام جميعنا مستاءون من حادثة الحريق ولكن زيارتكم التضامنية تبعث لنا الأمل وتساعدنا على تجاوز هذه الحادثة هذه الزيارة الهامة لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وجمعية هذه هي البحرين تؤكد على المبادئ الأساسية الثابتة للتعايش بين الأديان والتسامح والتعددية في كل مكان يبقى السلام رسالة نبيلة يحملها أبناء البحرين بأياد المحبة والتعايش والتسامح التي جبل عليها المجتمع البحريني ليبرهلوا أمام العالمي أجمع على القيمة الحقيقية للإنسان والتعددية وقبول الآخر من العاصمة الفرنسية باريس يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر